ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبر مع السلطة المحلية بوادي وصحراء حضر موت جملة من القضايا المتعلقة بقطاع التعليم بمديريات الوادي والصحراء والجهود المبدولة من قبل السلطات المحلية والوزارة في حل حالتها واستعرض السلطة الوادي المشاريع التي استهدفت القطاع التربوي وبنيته التحتية بكافة مديريات الوادي والصحراء ومصفة المشاريع والاحتياجات الملحة لدعم وتطوير العملية التعليمية والمضي قدما بالشراكة مع الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في توفير منظومات الطاقة الشمسية للمرافق التربوية والتعليمية فيما لم يتطرق اللقاء إلى مشكلة إضراب المعلمين وما رافق ذلك من شلل في العملية التعليمية في مختلف مديريات المحافظة والإحتجاجات الطلابية لطلاب الصف الثالث الثانوي في ظل صمت وتنصل من قبل الوزارة عن القيام بواجباتها بحسب المواطنين